برج الحمل، شخصيتك، وثقافتك، واحترامك للآخرين يجعلك إنسان قدوة مميزة استمر في طريقك، وستنالك كثير من التقدير حتى تصل إلى هدفك المنشود عاطفيا، إفراطك في مشاعرك مع الحبيب يجعلك تشعر بالحزن نتيجة عدم حصولك في المقابل على ما كنت تنتظره لذلك حاول التحكم في مشاعرك صحيا، تشعر بالنعزال عن الآخرين لفترة من الوقت لذلك تحاول أن تجلس لأطول وقت منعزلا لكن احذر من إطالة هذه المدة حتى لا تؤثر سلما على حياتك برج السور تنفتح أفاق جديدة أمامك وقد تصبح الموهبة التي تحب ممارستها كوايا شيء أقصر وتجد نفسك تكتسب رزقا منها من المتوقع حضوظ تطورات جديدة في عدة جهات من حياتك من شأنها أن توسع أفكارك وقد تغير تماما طبيعة حياتك عاطفيا، الحب الذي تبحث عنه ليس ببعيد فقط أنت تحتاج إلى أن تخلص ذهنك من الهموم والتفكير في الكثير من الأمور غير المهمة لأن الحب لا ينمو وسط المشكلات صحيا، قد تساعدك المشروبات الطبعية على نزول الضغط المرتفع بدلا من تناول أدويات ضرة برج الجوزاء فرصة قصيرة لكنها مربحة للغاية من المحتمل أن تفتح لك أبوابها اليوم من يحب الاستثمار في العقارات والتجارة يجب أن يحقق أرباحا كبيرة بشرط اتخاذ إجراء مناسب وحاسم في الوقت المناسب لأن تضيع هذه الفرصة سيؤدي إلى الخسارة عاطفيا، أنت متكتم في العلاقة وهذا يجعل شريكك في الظلام لا يعرف حقيقة مشاعرك اتجاهه كل ما يحتاجه منك أن تكشف له ما في قلبك صحيا، سوف تخرج من ألمك ومشاكلك الصحية بكل قوة وعزيمة وأراضة لأنك شخص قادر على تجاوز الصعاب دائما وحمول وصبور برج السرطان تحملت الإساءة من الكثير من زملائك في العمل ولكنك غدا سوف تصل إلى هدفك بعد سلسلة من التعب والاجتهاد وأخيرا وجدت طريق الصعادة والكثير من المال الذي يوفر لك لحظات من المرح والتنزه وشراء الكثير من احتياجاتك عاطفيا الشخص الذي يرشحه لك الآخرين للارتباط به يحمل بعض المزايا والعيوب حاول التحدث والنقاش معه لمعرفة إذا كنت تستطيع تحمل هذه العيوب بشكل جيد أم لا صحيا، تحتاج إلى إجراء بعض التحليل الطبية والأشعى حتى تطمئن على حالتك الصحية برج الأسد، أنت تحارب من أجل ما يسمى بلقمة العيش خاصة أن هناك من يحاول الوصول إلى منصبك وكرسيك من خلال النفاق والتصلط الشديد لرؤسائك ولكن قوة شخصيتك ستجعل من هؤلاء يخافون ويهابون منك ولا يستطيعون التقرب من منصبك عاطفيا، لتوجد علاقة عاطفية تمر بوتيرة وحدة، بعدها يمر بتوتر وأحيانا باستقرار الأبيض والأسود هو الذي يشكل العلاقات الإنسانية ولكن الشخص الذكي هو الذي يعرف كيف يتصرف بحكمة وهدوء مع هذه المواقف صحيا، التعب الذي تمر به وهمي وليس حقيقي فحاول أن تتخلص من هذا الوهم حتى تقلل من المسكنات التي تتناولها باستمرار برج العزراء، أنت شخصية عنيدة وسوف تدخل مرحلة مغامرات جديدة وذلك من خلال باب التحدي الذي تعشقه لكونك شخصية عنيدة عاطفيا، لا تبخل بمشاعرك اتجاه الشريك وحاول أن تذر اهتمامك وحبك له حتى تعود العلاقة بينكم قوية كما كانت في السابق ولا تدعي الاعتذار للتهرب منه والحديث معهم صحيا، أحرص على تناول وجبة الإفطار بشكل يومي لأنها تساعدك على الشور بالنشاط والحيوية عند بداية اليوم والتركيز أثناء العمل برج الميزان، غدا أتوقع لك زيادة في الراتب وستنال أخيرا، رضا مديرك وترقية فالمنافسة قوية، لكن تركيزك في العمل يجعلك تتجاوز هذه المنافسات والأحقاض بكل نجاح عاطفيا، يوم مناسب لتبدأ حب جديد إذا أردت، فأنت مستعد نفسيا لذلك بعد أغذ فترة راحة من الحب ولكن اختار جيدا صحيا، سوف تتعرض إلى التهاب في الجيوب الأنفية بسبب تقلبات الجو الحالية، فخد حذرك برج العقرب، سعيك المستمر وبحثك عن النجاح هدف وضعته أمام عينك ولكن احذر من الغيرة والأحقاض واستخدام الكوة أو وهم العظمة بذلك أنت تخاطر بخسارة الكثيرين والدعمين لك وأصدقائك أيضا حاول أن تتعامل بضوضة وعقل نيأ ونضج حتى لا تخسر ما بدأته من نجاح عاطفيا، لا تتنازل عن حبك بسهولة وحاول أن تقاوم الظروف قليلا وانتهز الفرصة لتحسين العلاقة صحيا، قد تتعرض لبعض العدوة الجلدية بسبب الإختلاط بالآخرين فقط خذ حذرك برج الكوس تسير طريقا طويلا اليوم على صعيد العمل من أجل تحقيق ما تريد يساندك بالنصائح والتوجيه صديق مقرب لك فلا تهمل رسائله التي تأتيك من على مدار اليوم عاطفيا، الحياة العاطفية جيدة الآن لا تجعل إعجابك بالأشخاص يؤثر على حياتك بشكل سلبي فقط قدر من يكن لك المحبة والتقدير صحيا، حاول الهروب من أحذانك وهمومك حتى تجد لنفسك حالة من الهدوء الحقيقي التي كنت تبحث عنه طوال الفترة الماضية برج الجديد هناك فرصة جديدة لإمضاء عقدة عمل مهم فحاول أن تنتهز هذه الفرصة مع وضع شروتك أنت الخاصة والواضحة حتى لا يتسبب لك أحد من المشكلات أنت في غنى عنها فقم بوضع النقاط على الحروف حتى لا يستهين بك أحد عاطفيا قد يكون هناك تشويشا بين الحب والصداقة فأنت تعرفت مؤخرا إلى صديق من الممكن أن تتحول هذه العلاقة إلى حب وارتباط فأدرس الموضوع جيدا وتأكد من مشاعرك أولا صحيا أنت مليء بالطاقة والتفاؤل وتتعامل مع الأزمات الصحية جيدا برج الدلو تؤدي عملك بمنتهج جدية لكنك تشعر بعدم التقدير ولذلك كن بواجبك ولا تنتظر رأي أي شخص حتى يأتي اليوم ويدركون فيه دورك عاطفيا هدية رقيقة من الشريك تجعلك سعيدا جدا وتشعر بك انتك المعنوية ومكانتك في قلبه صحيا تهتم بنفسك وتحب النظافة والتجميل وذلك سبب جاذبيتك الدائمة ومظهرك الرائع برج الحوت قضية متعلقة بالميل يمكن أن تصبح مهمة جدا بحيث تجعلك تأخذ قردا وينصح بوضع ميزانية واضحة وواقعية لكي تحسن دخلك عاطفيا أنت مرح جدا وحياتك العاطفية تحتوي على الكثير من النشاط وتعمل على تعزيز العلاقة الزوجية واعادة صح والعاطفة مرة أخرى صحيا تحاول أن تقوم بالكثير من الأشياء بمعدل كبير جدا يمكن أن ينتهي الأمر بالتأثير السلبي على صحتك بسبب التعب والإرهاق فحاول أن تخفف من مجهودك قليلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر